أكثر من ستة أشهر مضت على الانتخابات البرلمانية اللبنانية ولتزال الأحزاب والتيارات اللبنانية لم تتوصل إلى توافق في الآراء حول تشكيل مجلس الوزراء الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوزاً أكبر بالمقاعد البرلمانية للاتلاف الذي شكله حزب الله والتيار الوطني الحر من اتلافه المنافس والذي شكله تيار مستقبل والقوات اللبنانية ما هذا الطريق أمام حزب الله والتيار الوطني الحر لطلب تمثيل أكبر في الحكومة فيما استخدمت القوات اللبنانية النتائج المحصنة الخاصة بها للمطالبة بمقاعد أكثر من قبل المواجهة بين الطرفين كانت أحد أبرز العوامل التي أخرت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية إذ حاول حزب الله الدفع تجاه دخول واحد من ستة أعضاء برلمان سنة إلى الحكومة ويطالب النواب السنة الستة بأن يمنح أحدهم مقعدا وزاريا أو أن يكون لهم ممثل في الحكومة على أساس أنهم يشكلون كتلة سنية مستقلة وعلى الرغم من رفض الرئيس اللبناني مشيل عون الاعتراف بهم ككتلة سياسية إلا أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ينتظر أن يقدم النواب السنة المحسوبون على حزب الله الأسماء المرشحة لدخول الحكومة ليختار مع رئيس الجمهورية شخصية من بينها الحريري يحاول الآن وضع اللمسات الأخيرة على حكومته من خلال حلحالة بعض الثغرات الأساسية الأخرى والتي من الممكن أن تشكل لغما في الساعات المقبلة لصيما المقعد المسيحي الممنوح لتيار المستقبل والذي يريده مارونيا من أجل منحه لوزير الثقافة في الحكومة وليس هذا آخر المطاف فقد برزت في الساعات الأخيرة عقدة أرمانية بعد اعتراب حزب التاشناق على حصول حزب القوات اللبنانية على مقعد أرمني مع حقيبة وزارية الأمر الذي سيؤدي إلى حصول التاشناق على وزارة دولة وبما أن المعطيات تؤكد أن القوات اللبنانية ليست في وارد التنازل إطلاقاً بعد كل التنازلات التي قدمتها سابقاً تبرز هذه العقدة بشكل جدي وإمكانية ما ستشكله من عرقلة لجهود تشكيل الحكومة